حصل يا فندم أنا بنفسي اللي اتكلمت لدكتور حسن وترجيته عشان يرجع يشتغل تاني في المستشفى بيقول يا فندم انه هم يشتغل في المستشفى تاني صب أمعرفش يا فندم مستشفى إيه ها حاضر يا فندم بس اللي زي يا حسن ده مش هيغلب قبل أبدا ألف مين يتمنى يشتغل عنده استقلتوا دي يا فندم تعبتنا جدا بصراحة ما كنتش متمنى انه ويمشي خلاص ويمشي تحت أمرك تحت أمرك ويمشي مع السلامة مع السلامة راجل دك جنن ولا إيه ده لو كان ابنه ما كانش حمر كده أنا مش قادر أصدق أولادها الاتنين يتصرفوا بنفس الطريقة ومحاميه رفض يشتغل في مكتب سالم الدكتور آخر مش عايز يرجع للمستشفى بلا وكانوا مرتاحين شوية كانوا عملوا ايه العرق ده الساس يا باشا حيطلعوا المين يعني غير لابهم وامهم وأنا قلت لسيادتك قبل كده وما صدقتنيش قلت إيه مش فاكر قلت لسيادتك إن قوت ملهاش مالكة وستك قلت لي إن نقطة ضعفها هم أولادها لو قدرنا نكسبهم ونحوط عليهم هي مش هتنكش ورانا في القديم مش هتنكش يا حسن وبعدين أنا قلت لك مئة مرة قبل كده أنا بسعيتش عيالها عشان اللي يدرحها بيهم ومال عشان هي يا باشا؟ عشان ده حقها حقها بحق جزء اللي مخدتهش من عشرين سنة ولا الحق ده حلال عليك وحرام على صاحبك لا يا سعدت الباشا أنا ما قلتش حرام ولا كثير على صاحبي بس سيادتك شايف اللي هي بتعمله مهما كان حتاخد حقها حتى لو حيتحطوا قدام بتها ويتكتب عليه فيها على الخير أيوا سعدت الباشا بس ممكن بالطريقة دي تنكش وراي أنا بديلها ايش تنسيت حكاية الرعب اللي كان لك لما ست المنقبة جات وتكلمت مع الهارس وكنت فاكرها اقولت أيوا حصل سعدت الباشا واهما طلعتش اقولت طلعت واحدة تانية خالص ما كانتش جاي عشانك كان جاي عشان أنا عشان سعدتك واسعدتك تعرفها وياريتني ما دورت وعرفته يمين يا ست دي غلطة كبيرة حصلت من 13 سنة زي ما يكون القدر مصمم يثبت لك يا جابر إن اللي بيحصل لك ده من الصدفة ولا أزان وإن كل جريمة عملتها في حياتك هتفضل تلاحقك لعد ما توصل لباب بيتك مش حسيبك يا جابر ولا حسيب الدنيا كلها قبل ما طلعك منها واخدك بإيدي على نار جهنم مش معقول ألو مساء الخير إزايك؟ إزايك أنت يا أمر عامل إيه؟ أنا الحمد لله كويسة جدا تصدق؟ كنت لسه بفكر أكلمك القلوب عند بعضها يا سيدة الكل السنة بقى جايبلك خبر طازة ومش هتنازل عن حلوته بجد طب قولي والنبي وأنا تحت أمرك في أي حاجة تطلبها وأنت مش كان نفسك تقابلي مستر جابر شخصيا وتشتغل في الشركة؟ أيوة طبعا سوريا هان المراتو لسه منزلها إعلام من نفس ساعة على النت وطلبها سكرتيرا للهيد أوفيس يعني مكتب مستر جابر شخصيا بجد؟ مش معقول إنت بتتكلم بجد يا أستاذ أستاذ حاتم؟ لأ حاتمي بقى أنا كده هزعل أنا اسمي حازم ومن غير أستاذ أيوة أيوة صح الفرحة دواختني معلش أنا قصة جدا يا أستاذ حازم قصدي حازم بس قول لي بقى أجي أمتى؟ تقدر تيجي من بكرة لو حبيتي بس هو فيك كده حاجة رخمة كده شوية في الإعلان رخم يعني إيه؟ يعني مطلوب سننا ماقلش عن أربعين سنة الله أكبر أنا عندي واحدة أربعين سنة وثلاثة شهور ده إيه ده بجد؟ صدق مش باين عليكي؟ وبتكلم إنجليزي وفرنساوي وبكتب على الكمبيوتر طميني اللي هيخليك هو مستر جابر اللي هيعمل الميتنج بنفسه والميرات لنزلة الإعلان